وصفة بسيطة وسريعة وجميلة وصفة حلوة قوي ويعني احسن افضل من حاجات كتير جدا هتشوفوها وهتعجبكم ان شاء الله يلا بينا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد وسلم عليكم بتاعة الاسلام سلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا ميرفد ودي قناتي والنهاردة هعمل لكم وصفة حلوة قوي وسريعة جدا 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 انا حطيت الفلفل كده على النار بس خد ايه لسعة الشاوية كده علشان الاشرة بتاعته كمان بيدي طعم حلو جدا في الوصفة دي ولقى بعد كده بقى ايه بعد ما حطيته كده هحطه بقى في طاسة على النار انتوا ممكن تعملوه كده وممكن تعملوه بس تسلقوه خلاص انا حطيت الفلفل على طول في الطاسة وحطيت علي كوبية مية بس مش اكتر من كده بي اهي وهسيبه على النار شوية يعني عشر دقايق انا عايزة اسلقوه بس مش قوي يعني يبقى ايه اه اعرف اعمله بالطريقة اللي هي ايه تبقى صح وتبقى حلوة جدا ويبقى طعمه خيال ان شاء الله يعجبكم جدا خلاص انا كده ايه سلقته بقى اشاره بقى بسهولة جدا جدا هاو القشرة بتطلع معايا وكمان بتدي يعني نتيجة هيلة خلاص بعد ما اشرته في الكبه بقى في الخلاط في ايه حاجة كده يعني سيان خلاط كبه ماشي وهحطه كده وهحط عليه بعد كده تلات اربع معالق زيت لأ دي مش هريسة شط اهو تلات معالق زيت مش مش كتير وهضربه بقى لحد ما يبقى معايا معجون ناعم جدا ناس كتير قوي 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 بيعشاؤوا الشطة بس بتقابلهم مشكلة بقى الشطة الناشفة اللي بنجيبها ديت بتبقى كلها رملة يعني كل ست سمعاني دلوقتي عارفة المشكلة دي كلنا بنجيب الشطة بتبقى كلها رملة انا كتير جدا قبل ما اعمل الوصفة دي كنت اروح جاية حطها في مية ودوبها كده واجه حطهاها لأكل اللي الرملة مركزة تحت يعني بتبقى بشعة او يحنو حطها بقى تعد تقرقش في بقنا وكمان ما بتبقاش مدية النتيجة اللي هي الحرارة المطلوبة بتبقى كلها حاجات كده مطحونة مش عارفينها ايه هي بس الوصفة دي بقى سوري او يعني الاول انا صوتي تعبين عندي دور برد فمؤثر في صوتي الوصفة دي هيلة جدا للناس اللي بيحبوا الشطة جربوها هتعجبكم جدا طبعا عشاء الشطة هيعجبهم جدا الوصفة دي كمان نحطها على اي صوص كده هو يعتبر معجون شطة او صوص شطة هنحطها على اي وصفة بنحبها ناكلها يعني حرقة لو بيتزا مثلا هنحط على الصلصة بتاعتها معلقة لو منحبها حرقة اه طبيخ اه صلطة اي حاجة هنحطها فيها هتبقى روعة وهتدي نتيجة هيلة والطعم طبعا خطير ونظيف ومضمون ولا علي رملة ولا علي حاجات وحشة يا رب الوصفة تعجبكم كنت معاكم ميرفت من يوميات ليدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نصلي على سيدنا محمد اترككم